شكراً جزيلاً وخليني في البداية أن أراحب بكم جميعاً أهلاً وسهلاً في النسخة السبعة للمؤتمر وبتمنى لكم كل التوفيق واسمح لي يعني أنا لما أتكلم على الظروف اللي موجودة في مصر هنا وفي منطقتنا وتأثيراتها أنا أقدر أفهم أن الدول المتقدمة في أوروبا وفي أمريكا وفي دول تانية عندما تضع تعهدات تستطيع أن تنفذ هذه التعهدات لأن قدرتها التنظمية حتى والاقتصادية تستطيع من خلالها أنها لما تقول تعهد تقدر تعمله لكن في دول في أفريقيا وزي مصر منها في أفريقيا ومصر منها لما تحط تعهدات بتبقى تعهدات دي صعبة جداً لأن هي أقل شيء مطلوبة هو التمويل 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 المنخفض التكلفة عشان تقدر تتكلم في تكنولوجيا في مصر عشان نقدر ندخل والطرق اللي موجودة في الدولة المصرية على خلال سبع سنوات أيضاً أقدر أقول بمنتهى التوضع إن إحنا قدرنا نتغلب على هذه المشكلة بس إحنا أنفقنا أموال ضخمة جداً أنفقنا أموال ضخمة جداً والحقيقة يعني يا ترى كان هالي النهاردة المؤسسة التمويل وهي شايفانا واحنا بنعمل ده كله كان عندها استعداد إن هي تدينا تمويل منخفض التكلفة عشان تراعي الخطة أو التعاودات اللي إحنا عملناها ننفذها بالفعل ده سؤال أنا بطرحه وبسيبه كده والكلام ده ينطبق على مصر وينطبق على أفاقي إذا لم تتوفر التمويل اللازم التمويل اللازم للدول اللي هي منخفضة أو الاقتصادياتها متوضعة وده كلمة يعني مهزبة يعني أنا بكلمة عن الناس اللي اقتصادتها صعبة هتعمل إيه إحنا قلنا في مؤتمر باريس في 2015 إن في 100 مليار دولار هيبقيتم دخوهم لصالح يعني الطاقة والمناخ وكلام من هذا القبيل وإحنا قلنا لو الكلام ده تحقق بالفعل إحنا بنتكلم النهاردة من 15 للنهاردة يعني حوالي 8-9 سنين لم يضخ أموال بالقيمة دي تبقى للتعاودات اللي تمت التعاودات دي تمت من دول متقدمة ودول اقتصادياتها ضخمة جدا وعملقة وبالمناسبة وهي المسؤولة وهي المسؤولة عن كتير من أسباب التغيير المناخي الموجودة في العالم ترجمة نانسي قنقر